ايا عندها 27 سنة بتقول من وقت ما بابا يعني مات قعدت من الشغل عشان والدتي وباخد معاش والدي وهو معاش صغير والدي تصرف علي من معاشها من الوالد فبتقول جالي فرصة شغل سيلز مبيعات في بنك قروض شخصية هل الشغلان حرام أم حلال؟ حاضروا انت عايزة الرد سريعا حاضر لابد ان احنا نعرف انه في مجال العمل الافتائي انه من أركان الفتوى ومن أهم مراحلها مرحلة بيسموها السادة علماء أصول هذا العلم بيسموها مسألة ادراك الواقع ادراك صحيح يعني اللهم بيسموه مرحلة التصوير يعني يفهم المسألة كويس بس من خلال الواقع بتاع وهي انه يتصور الذي يفتي او المفتي المسألة ويصورها تصويرا صحيحا موافق للواقع عشان يقدر يتمكن من الحكم على هذه المسألة حكم سليم ومنضبط وما عليه الفتوى في مصرنا وعصرنا ان المعاملات مع البنك معاملات جائزة شرعا وده بناء على توصيف وظيفة البنك لانه هو مؤسسة اعتبارية استثمارية وليست اقراضية فالبنوك دي عبارة عن مؤسسات حديثة ذات شخصية اعتبارية البنوك دي المؤسسات دي لم تكن موجودة من قبل وبالتالي لم نجد لها وجود في الفقه الاسلامي القديم والموروس واللي استقر عليه الامر في الديار المصرية في خصوص البنوك والتعامل معاها منذ عقود الى القول بان البنوك مؤسسات تمويلية بتقوم بعمل عقود مستحدثة يعني عقود جديدة ما كانتش موجودة قبل كده بتحقق مصالح اطرفها ولما بتعمل العقود اللي بتحقق مصالح اطرفها اللي هم المواطنين ده باشراف مباشر من الدولة بيتمثل في مؤسسة كبيرة تتبع الدولة اسمها البنك المركزي وبناء على هذا التوصيف للشيء اللي اسمه البنك ده فان ما يسميه بعض الناس قرد او اقراض هو في حقيقة الامر بيعد استثمار وتمويل لشراء السلع وهذا الامر لا شيء فيه العبرة زي ما علماء الاصول علمونا هنا بالمسميات ليس بالمسميات وانما بالحقائق والمعاني مش بالاسماء والاشكال والمباني طيب تبقى اشكالية ان احنا بنسمع ان هناك بعض من العلماء القائلين بحرمة معاملات البنوك طيب نعمل ايه؟ طيب الناس دي العلماء دول قالوا له بهذه الحرمة بحرمة التعامل معها لانه هؤلاء العلماء ما زالوا يستحبون واقع سابق بتصور وتصوير للمسألة سابق والامر دلوقتي تغير الواقع تغير بالقانون بناء على رأي المتخصصين من الاقتصاديين والشرعيين ثم كان بعد كده بعد هذا الامر كان قانون البنوك المصري رقم 88 والصادر 2003 وليحته التنفيذية الصادرة عام 2004 واللي بتؤكد على هذه المعاني اللي احنا قلناه بناء على ما سبق فإنما استقرت عليه الفتوى وأكد في مصرنا وعصرنا إن التعامل مع المؤسسات البنكية مع البنوك أمر جائس وبالتالي لا حرج عليك أيتها الفتاة الطيبة من القيام بالعمل في هذه الأقسام أقسام المبيعات في البنوك وده إجابة سؤالك وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد